وإحنا يمكن مشاهدين الكرام السبع الماضي تكلمنا في فخرة الفنك شوي عن القطاع المفقود في البيت وتأثير على السكان العقار سلبياً واليوم مكملين في هذا الموضوع مع بسمة الجادر ونحن نتكلم عن القطاعات الأربعة المتبقية يسع صباحك وياهلا وسهلا خلينا بس نذكر للناس اللي لم تابعوا الحلقة الماضية شنو القطاع المفقود في البيت القطاع المفقود أنه أكو جزء ركن زاوية مفقودة بالعقار هذا ما يسمى بالقطاع المفقود زين شون عرفاني عندي قطاع مفقود عندي طريقتين الطريقة الأولى كل السهلة من يكون البيت مبني على شكل حرف أل أو يوم هذا السهلة مبين أنه عندي قطاع مفقود الطريقة الثانية أنه أجيب خارطة الاتجاهات الثمانية وأخليها على خارطة الإقار من أشوف أكو أكثر من ثلث مساحة المربع فارغة هذا اليوم فارغة سواء كانت عمودياً أو أفقياً هذا يعتبر قطاع مفقود شنو التأثير القطاع مفقود علي مثل ما ذكرت أنه معناها الطاقة راح تكون غير متوازنة عنيفة قوية وراح يكون ساكني العقار عرضة لمشاكل معينة اصيب أفراد معينين حسب لأن كل اتجاه من تجاهات الثمانية يمثل أحد أفراد الأسرة نحن أسبوع الماضي تكلمنا عن أربعة قطاعات مفقودة وفي الحلقة هذي راح نستمر في الأربعة الباكية دعنا نتكلم عنهم أول قطاع هو الشمال الغربي الشمال الغربي عليه يمثل الأب أو أي رجل مسن كبير عايش بالإقار شنو الضرر المادي قصد الضرر المعنوي هذا المادة زينة بأني ترى يعني لا بس الله لا يجب أي ضرر المادي أبدا الضرر المعنوي أنه راح يكون هذا الشخص فاقد للقوة للسلطة للعدالة يعني ممكن ما يكون عادل وياه ابناءه أو ممكن حتى بعلاقاته العامة وياه زملاءه زين العلاج إحنا ذكرنا بذيش الفترة بذاك الفقرة أنه إحنا عندنا نوعين من العلاج بس نختار واحد بالنسبة للشمال الغربي عندنا أما نختار عنصر المعدن والمعدن يتمثل بأي أكسسوار مصنوط من المعدن مصنوط من الفولاذ أو حتى ممكن نخلي آثاث حديقة مصنوط من الفولاذ حسب المساحة اللي موجودة عندي مثل ما نشوفها السهنة أو ممكن نستخدم عنصر الأرض الأرض أي شي ممكن نستخدمه مثلا أحجار إناء مصنوط من الفخار أحجار كبيرة المساحة ما تسمح أخلي أحجار صغيرة المساحة وإحنا جلسين نشوف مجموعة من الأمثرة يعني صح من الصور هذه هنا عدنا هسا المعدن وأيضا نقدر نستخدم عنصر الأرض اللي مثل ما قلت لك أي شي مصنوط من الفخار من السيراميك ما عندي مساحة أخلي فتكاسة بها أحجار وخلي بديش مساحة دائما لازم العلاج ننتبه أنه العلاج بالقطاعات المفقودة خارج المنزل بالقطاع المفقود ويكون مقاوم للرطوبة مقاوم الحرارة مقاوم المطر لأن هذا العلاج راح يبقى هنا لمدى العمر إلى أن الإنسان ينتقل إلى بيت ثاني هذا بالنسبة للقطاع الشمال الغربي نأتي هسا على الغرب نبتدي نبتدي بالغرب الغرب يمثل الإبنة الثالثة هنا أنا أيضا ستكون ناقص يعني عدها الشعور بالنقص بالأمان راح تكون نوعا ما خدولة فما راح تقدر تكون أي علاقات عامة فنلاحظ أنه راح تكون تحس بالوحدة بالإضافة أنه تكون ممكن بالمستقبل أولادها يكون شخصيتهم أخوة من قدها العلاج مرة أخرى نفس الشيء يأما نستخدم عنصر المعدن اللي إحنا قلنا أي شيء أكسسوار مصنوع من المعدن المساحة تسمح أخلي أثاث حديقة مصنوعة من المعدن مثل هالإكسسوارات نجد نشوفها بالصورة أو ممكن نستخدم عنصر الأرض اللي مثل ما قلنا أحجار كبيرة بالضبط أحجار كبيرة أحجار صغيرة ما تسمح مساحة أخلي رف وأخلي عليها بالضبط هذا هنا بعد أن قدنا المعدن أخلي عليها أشياء مصنوعة من الفخار من السيراميك يعني أي شيء متوفر بالبيت هذا بالنسبة للغرب حلو والثالث اللي بعدها نذهب على الاتجاه الشمال الشرقي الشمال الشرقي يمثلنا الإبن الثاني هنا ما سيحدث سيحدث عنده نقص بالأمان يحس أنه محتاج رعاية أو نقص بالاستقرام لا يحس أن الشخص مستقر ممكن تكون عنده بعض العقبات بالدراسة وطبعا هذا سيؤثر أكيد على المهنة أو حتى على المستوى الدراسي بالمستقبل العلاج أيضا لدينا اختيارين نختار واحد علي انتبه نختار واحد مو اثنين يأمن نستخدم أنصر الماء أنصر الماء كل السهل أي نافورة حسب مساحة القطاع المفقود صغيرة كبيرة مساحتي كل شي صغيرة مترهم أخلي سطلة بيها ماء بيها ماطور يتحرك حتى يتحرك الماء حتى يحرك الطاقة وبنفس الوقت انتبه أن الماء دائما لازم يكون نظيف هذا عندنا الماء أو ممكن نستخدم أنصر الأرض اللي مثل ما كنت قبل شوية الحجار الكبير الحجار الصغير بوتات سيراميك أي شيء مصنوع من الطين هذا الثالث دعنا نذهب إلى الرابع والأخير اللي هو الجنوب الجنوب عفوا الجنوب الجنوب يمثل الابن الثانية هنا ما سيحدث هنا سيكون فاقدة للجمال يعني لا تحس الأشياء الجميلة حولها فاقدة للشغب لا يوجد شغف إلى شيء معين ممكن تبدي ممكن تنتهي وبنصف الوقت سيكون لديها إحساس أنه ناقصها السعادة زين شون أعالج هذا الشعور طبعا نحن نعالج نحن نكبح الطاقة ولكن نكبحها ليس 100% ولكن نقول 95% شون أكبحها أنه أستخدم يأما عنصر النار عنصر النار عنصر النار ضوء أحمر أخليه بره على شرط هذا الضوء أحمر يظل دائما مفتوح فلذلك اختارت الضوء لا يصير في كهرباء هواي زين هذا أول شيء أو ممكن نستخدم الخشب الخشب مثلا حديقة صغيرة أخلي بها زهور حديقة حسب المساحة أو أخلي بها أو ممكن أشجار لكن ننتبه على أن الأشجار لا تكون عالية و لا تكون أوراقها كبيرة لأن بالتالي ستحجب أشعة الشمس وبعدين ستكون المنطقة رطبة وهذا فالشي مرغوب وأنتي قلت أن في كل الخيارات الموجودة عندنا حلين لا نستخدم هذا الشيء أو هذا الشيء فنحن نتكلم في الثمان قطاعات عن البيوت بشكل عام طيب دعنا نتكلم عن الشقة إذا موجود الشقة مثلا عندنا وعندنا قطاع مفقود في الشقة وشو نسوي طبعا الشقة إذا طابق أرضي كل السهلة أن تخلي العلاج برا لكن إذا الشقة طابق ثاني عليه إكسسوارات ونخاف لتوقع على أحد ونسوي مصيبة نقدر نخلي الإلاج داخل الشقة بنفس هذا الاتجاه فنفس الاتجاهات نطبقها على الشقة نفس الشيء البيت والشقة نفس الشيء يعني أنت بغض النظر عن الحجم بغض النظر عن أي شيء تطبق عليهم هالاتجاهات هذه نفس القوانين إذا سواء أنت قاعد ببيت أربع طوابق قاعد بيت بنجلو قاعد بشقة خمس غرف نوم قاعد بشقة غرفة نوم is the same توضع للستوديو عندنا في قطاع ناقص ولا مو ناقص بعدين شكرا لك أهلا وسهلا أهلا أهلا